اهلا بكم مشاهدين في هذه التقطية الخاصة والمستمرة على مدار الساعة على شاشة القناة الاولى حول اليوم الثالث والاخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفين اربع وعشرين في الداخل الانتخابات الرئاسية الفين اربع وعشرين جعلت مصر تفتح ابوبها لعصر تاريخي جديد وهام خرجت فيه جموع المصريين للادلاء باصوتهم انطلاقا من الحرص على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الاهم في رسم مستقبل مصر والتعبير عن الرأي بحرية في سندوق الاقتراع مشاهد المواطنين امام لجان الانتخاب تؤكد حرصهم على الوقوف خلف دولتهم دعما للاستقرار وحفاظا على الانجازات الكبيرة التي تحققت على ارض مصر خلال السنوات الماضية وهو وهم يتطلعون في انطلاقة بلادنا الى الامام خلال السنوات المقبلة ساعات قريلة تفصلنا عن نهاية التصويت في الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين وكما سطر المصريون بالخارج الاسبوع الماضي ملحمة في حب الوطن بالتوافد على اللجان الانتخابية في مشاهد حضرية واجواء احتفالية رافعين على ممصر عاليا في مختلف العواصم والمدن الكبرى حول العالم شهد العالم ايضا جموع المواطنين الذين تدفقوا على مدار اليومين السابقين صوبة سندوق الاقتراع لاختيار رئيسهم القادم اشتركوا في القناة